دانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 294 وقتاً خلال الأشهر الستة الماضية من العام الجاري تحت ذرائع مختلفة وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الاحتلال الإسرائيلي منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 51 وقتاً الشهر المنصر فيما اعتدى المستوطنون على صلاحيات موظفيها وقاموا بعمليات تخريب واقتلاع أشجار في الساحات الخارجية للحرم وتأتي هذه التصريحات فيما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنظيم زيارات دائمة للمستوطنين إلى الحرم الإبراهيمي الشريف بعد أن أدرجته على قائمة التراث اليهودي واستولت على المساجد والمقامات والأثارات الإسلامية في المدينة